بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مع سلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء والذي نعرضها على سماحة الوالد سماحة العلامة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء باسمكم جميعا أيها السادة نرحب بسماحته ونشكر له وتفضله بإجابة الدعوة في إجابة الإخوة والأخوات أهلا ومرحبا سماحة الشيخ حياكم الله وبارك فيكم هذا سائل يقول فضيلة الشيخ أرجو أن تقف مع الآيات المباركات في بداية سورة البقرة في قول الحق تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لأميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم هذه حروف مقطعة وهي الألف واللام والميم جمهور المفسرين يقولون الله أعلم بمراده بها شيخ الإسلام من تيمية يقول هذه الحروف المقطعة إشارة إلى الإعجاز أي أن القرآن مركب من مثل هذه الحروف التي تنطقون بها ومع هذا أجزتم أن تاتوا بمثله أو بمثل شيء منه ولذلك يأتي بعد هذه الحروف المقطعة ذكر للكتاب وهو القرآن فمثلا معنى ألف لام ميم ذلك الكتاب يعني القرآن هدى للمتقين وفي كل موضع تأتي الحروف المقطعة في بداية السور يأتي بعدها ذكر للقرآن طاه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ياسين هو القرآن الكريم والذكر الحكيم وهكذا فهي إشارة إلى الإعجاز حيث حيث إنكم تنطقون بمثل هذه الحروف تركبون منها الكلمات والكلام ومع هذا عجزتم أن تاتوا بمثل شيء من القرآن بمثل أو ب عشر سور أو بسورة من مثله نعم بارك الله فيكم الأخ السائل يقول فضيلة الشيخ في الوحي والإيحاء وأوحينا إلى أم موسى وأوحينا إلى النحل وردت هذه الصيحة وأوحى ربك إلى النحل ما معنى هذا الإحام فضيلة الشيخ معناه الإلهام معناه الإلهام أي ألهمنا النحل ألهمنا أم موسى فمعناه الإلهام نعم بارك الله فيكم الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب هل هذا الحديث وارد فضيلة الشيخ والدعاء بأي صيغة يكون نعم في حديث لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة هذا الوقت فوقت شريف ووقت فاضل يستجاب فيه الدعاء نعم بارك الله فيكم يريد أن يأخذ عمره عن نفسه فضيلة الشيخ هذا الشخص ويقول بعد ذلك أريد نأخذ عمره عن والد المتوفى بالنسبة للأحرام من أين أحرم في عمرتي والثانية من أين أحرم هل هو من التنعيم في العمره الأولى تحرم من الميقات الذي تمر به أو تحاذيه لقوله صلى الله عليه وسلم في المواقيت هن لهن ولمن أتى يعني لهذه الجهات ولمن أتى إليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمره فيحرم منها أو من محاذاتها ولا يتعداها بدون إحرام وهو يريد العمره نعم يغفل كثير من الناس شيخ عن الدعاء ويلجأون إلى الأعمال الأخرى كالعمره والصيام أيهما أفضل يا شيخ صالح لا شك أن النسك أفضل حج أو عمره لأنه يستمل على الدعاء يسأل حج أو العمره يستملاني على على الدعاء نعم يقول يا شيخ ما معنى حديث كان الصحابة يبتدرون السواري نعم ماذا في صلاة المغرب في آذان المغرب ورد في الحديث أنهم كانوا يعني الصحابة يبتدرون السواري للصلاة صلاة تطوع صلاة التطوع فيستحب أن يصلي بعد آذان المغرب وقبل الإقامة ما تيسر له نعم من الأسئلة التي وردت الشيخ صالح هذا يسأل عن أنواع الهداية الهداية على نوعين هداية الإلهام وهداية التوفيق فقوله تعالى إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا هذه هداية الإلهام وأما هداية التوفيق ففي مثل قوله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى يعني لم يستجيبوا لهداية التوفيق واعتمدوا على آرائهم وعلى حقولهم ولم يقبلوا القرآن نعم من سئلة السائل يقول الشيخ هل الإنسان مخير أم مسير كلاهما مسير من حيث جريان الأقدار عليه ومسير من حيث الأوامر والنواهي الشرعية فإنه بإمكانه أن يكفر وأن يعصي وبإمكانه أن يطيع وأن يعبد ربه سبحانه وتعالى نعم له فقر أخير في رسالة يقول أيهما أولى الإيمان أو الإسلام الشيخ مراتب الدين ثلاث الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان فأولها الإسلام وهذه المرتبة يدخل فيها المنافق ويدخل فيها المبتدي ويدخل فيها يعني حامة نعم يسأل السائل يقول فضيلة الشيخ خل أعطي أخي الفقير من زكاتي مالي وأيضا لي أخت فأنا أتحين الفرص وأعطيهم نظرا للصلة وحلول الزكاة نعم الزكاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة على القريب عن صدقتين صدقة وصلة صلة رحم فإعطاء القريب المحتاج أو لا من إعطاء غير القريب نعم يقول أرجو أن تفسروا هذه الآيات الآية الأولى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا نعم إذا دكت الأرض يعني زلزلت ورجفت لقيام الساعة لقيام الساعة فالجبال تسير والعرض تزلزل والنفوس تضطرب من الخوف والرعب لهول الموقف نعم الآية الثانية يقول في قوله تعالى السماء منفطر به كان وعده مفعولا هذا يوم القيامة كيف تتقون إن كفرتم يوما كان وعده وعده مفعولا هذا يوم القيامة تتفطر السماوات تتشقق إذا السماوات شقت تتشقق السماوات وتتفطر وتزول الجبال وتسير من هول الموقف نعم بارك الله فيكم وردنا حد الإخوة يقول أنا أبيع وأشتري في العقارات وفي المزارة وشغلتي هذه على طول السنة هل حدد الإسلام ربح معين في البيع والشراء الإسلام لم يحدد ربحا معينا وإنما هذا تبع العرض والطلب ولكن ينبغي الصدق في البيع والشراء فلا يقول اعطيت فيها كذا وكذا يعني السلعة وهو كذاب ولا يحلف أنه اشتراها بكذا وكذا وهو كذاب ليغرر بالمشتري فالمنفق سلعته بالأيمان الكاذبة من الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم نعم يسأل عن فقرة أخرى يقول عن بيع الغبن وهل للإنسان أن يرجع في البيع أو الشراء الغبن الذي جرت به العادة هذا لا ليس فيه خيار ويلزم البيع فيه أما الغبن الخارج عن العادة فهذا يثبت الخيار للمشتري نعم ما زلنا معكم أيها السادة أيها الإخوة والأخوات مع أسئلتكم واستفساراتكم في برنامج فتاوى والتي نعرضها على سماحة العلامة الشيخ صالح الفوزان دائما نذكر الإخوة والأخوات بأن يكتبوا إلى البرنامج بخط واضح وأيضا تليفون البرنامج على الرسائل النصية سيظهره مخرج هذه الحلقة على الشاشة قريبا لمن أراد رسال الرسائل ثانيا نقول للإخوة والأخوات يأتينا أسئلة طويلة لا نستطيع الحقيقة أن نلقصها في هذا الوقت نرجو منكم أن تختصر الأسئلة كي نقوم بعرضها على سماحة الشيخ صالح وردت آية يا شيخ جاءت البسملة في الآية الكريمة في قوله تبارك وتعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم نعم البسملة آية مستقلة ليست من سورة معينة كانت تنزل في بداية السور ونهاية السور فإذا نزلت بسم الله الرحمن الرحيم عرف انتهاء السورة التي قبلها وينتظر نزول السورة التي بعدها فهي آية مستقلة إلا في هذه الآية إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين فهي بعض آية في هذه في هذه الآية نعم يقول السائل يا شيخ كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ بقاف في المناسبات حدثون عن فضل هذه السورة وبماذا اجتملت مأجورين نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من سورة قاف في خطبة الجمعة لا يقرأها كاملة في الخطبة وإنما يقرأ شيئا منها وفي الجمعة الثانية يقرأ منها ويقرأ حتى تكمل حتى قالت بعض الصحابيات ما حفظت قاف والقرآن المجيد إلا من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها في خطبة الجمعة نعم سورة قاف الشيخ اجتملت على أي شيء اجتملت على ذكر البعث والنشور والحساب والجزاء على العمل الترغيب في الخير والترغيب في الشر وذكر الموت وسكرات الموت والتذكير بذلك ليستعد الإنسان للموت وحسن الخاتمة نعم الاخت أم سلمة تسأل عن عدة الحامل وإذا توفي عنها الزوج وضع الحمل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن فالمتوفى عنها والمطلقاء كلاهما ينتهي عدتها بوضع حملها إذا كانت حاملا الأخي أبو إبراهيم يسأل عن حديث إسباغ الوضوء على المكاره ما معنى هذا الحديث شيخ إسباغ الوضوء إتمامه على الأعضاء بحيث لا يبقى شيء من العضو لم يصل إليه الماء ويجري عليه الماء على المكاره أي على وقت البرد لأن قد يكون الجو باردا فيستعجل الإنسان ولا يفطن لعضوه هل تبلغ بالماء وشمله الماء أو قصر دون بعضه بسبب البرد وشدة البرد نعم يقول شيخ هل نصلي بالوضوء أكثر من فرد نعم ما دام لم ينتقض فإنك تصلي إلا أن الأفضل تجديد الوضوء لكل صلاة تجديد الوضوء هذا مستحب وأما إذا كنت لم ينتقض وضوءك ما تصلي ولا حد للصلوات التي تصليها فيه نعم يقول ما السنة يا شيخ عند دفن الميت لأننا نرى في وقتنا الحاضر بعض المخالفات والبدع عند دفن الميت دفن الميت هذا مما عرفه المسلمون وتكرر ولا يخف على مسلم دفن الميت أن يوضع في لحبه موجها إلى القبلة وتصف عليه اللبنات لأجل تمنع التراب عنه ثم إذا صفت اللبنات وسد ما بينها فإنه يهال عليه التراب ويرفع عن الأرض قدر شبر مسنما ويجعل له نصيبتان على طرفيه ليعلم تحديده وأنه قبر فلا يدس نعم بارك الله فيكم بالنسبة لزيارة المقابر يا شيخ هل في الأعياد والجمع ومناسبة ليلة السابع والعشرين هل ورد شيء من ذلك نعم زيارة القبور لأجل الاعتبار والاتعاب ولأجل السلام على الأموات والدعاء لهم مستحبة زيارة القبور مستحبة قال صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة فيستحب زيارة القبور وليس لزيارتها يوم معين وإنما حسب ما يتيسر للإنسان في أي يوم يزورها نعم قول الرسول صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم هل يقصد صلى الله عليه وسلم في الحج أو في العمرة كلاهما في الحج وفي العمرة الرسول صلى الله عليه وسلم قاله في الحج ولكنه يشمل العمرة لأن العمرة حج أصغر نعم بارك الله فيكم الأخ سائل يقول بأن لديه مزرعة برتقال وبعض الفواكه فضيلة الشيخ هل على هذه المزرعة زكاة المزرعة التي من الفواكه ليس عليها زكاة في نفسها إنما الزكاة في الحبوب والثمار وأما الفواكه فليس عليها زكاة في نفسها ولكن إذا باعها وحصل على شيء منها يبلغ النصاب وحال عليه الحول وهو عنده فإنه يزكيه بإخراج ربع العشر ريالين ونصف في المئة خمس وعشرين في الألف نعم يقول أحد الأخوة سألت أحد الأشخاص عن حكم شرعي فأفتاني وبعد يومين تبين أنه على خطأ فاتصل بي بأنه على خطأ وقال اسأل غيري افتاء الناس بغير علم والتسرع في ذلك نعم لا يجوز افتاء الناس بغير علم قال الله جل وعلا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به السلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فجعل القول عليه بغير علم فوق منزلة الشرك بارك الله فيكم فضيلة الشيخ يسأل هذا السائل عن حكم الأخذ بالأسباب وهل ينافي هذا التوكل الأخذ بالأسباب مأمور به ولا ينافي التوكل قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم عن ناقته أعقلها يا رسول الله أو أتوكل قال صلى الله عليه وسلم اعقلها وتوكل فهذا فيه الجمع بين فعل السبب والتوكل على الله لأن عقلها فعل سبب والتوكل على الله اعتماد على الله جل وعلا لا على الإقال والقيد نعم فضيلة الشيخ هذا يسأل عن يقول المسلم لابد أن يكون بين الرجاء والخوف كيف يكون ذلك نعم كما هو يكون بين الخوف والرجاء فلا يرجح جانب الخوف على الرجاء فيقنط من رحمة الله ولا يرجح الرجاء على الخوف فيأمن من مكر الله بل يكون بين الخوف والرجاء إلا عند الموت فإنه يغلب جانب الرجاء لأن العمل قد انتهى بالنسبة له نعم أحسن الله إليكم هذا سائل يقول يا فضيلة الشيخ ورد لا صلاة لفذ خلف الصف أنا أريد أن أكتمل مع الجماعة وأخذ آجر الجماعة فأصلي دائما خلف الصف لوحدي لأنه لا يكون هناك مجموعة يكونون معي لا يجوز لك ذلك لا تصلي وحدك خلف الصف قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لفذ خلف الصف فإذا جئت إن وجدت في الصف فرجتان فادخل فيها وإلا فادخل عن يمين الإمام وإذا لم يحصل هذا ولا هذا فانتظر حتى يأتي من يصف معك نعم بارك الله فيكم الأختي السائلة تقول في بيتنا تكثر القطط الكبيرة والصغيرة في البيت فما حكم شيق تربية القطط في البيوت لا حاجة إلى ذلك وهي تؤذي أو يحصل منها نجاسة ولا ينبغي تربية القطط إلا لحاجة إلا لحاجة نعم بالنسبة تقول للنية هل لابد أن تكون في جميع الأعمال أو في أعمال معينة في الأعمال العبادات قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فالعبادات اشترط لها النية فلا يقبل ولا يصح العمل بدون نية العمل السرعي نعم حديث شيخ اش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أرجو أن تشرحوا وتقفوا مع هذا الحديث هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر رضي الله عنهما كن في الدنيا كأنك غريب والغريب لا يطمئن في البلد وإنما يكون على أهبة السفر والاستعداد أو عابر سبيل وهو ابن السبيل الذي يمر في البلد وهو في طريقه فلا يلبث في البلد وإنما يمر به أو يجلس فيه بعض الشيء إلا أنه لا يبني ولا يعني يستقر في الإقامة هكذا المسلم في الدنيا يكون كأنه غريب أو عابر سبيل نعم فضيلة الشيخ هذه الأخت تسأل تقول لدى والدة الكبيرة في السن سبحة وفيها أسماء الله الحسنى تسعة وتسعين وتسبح بها وهي كفيفة البصر هل لها ذلك نعم لا بأس باتخاذ السبحة لعد التسبيح لا يعتقد أن فيها فضلا السبحة ما فيها فضل كما يعد بأصابعه ويعد بالحصى يعد بالسبحة فهي للعد فقط ولا يعتقد فيها أن فيها أجرا أو أنها أفضل من تركيا أو ما أشبه ذلك مباحة هي مباحة بارك الله فيكم فضيلة الشيخ هذا يسأل عن المرأة التي كثر عندها الوسواس وخصوصا في الطهارة فهي تتوضى في دورة المياه أكثر من خمس مرات تقول الأخت عجزنا عنها بتوجيهها ولكن لا فائدة هل صلاتها صحيحة؟ الصلاة صحيحة لأنها بغير اختيارها ولكن عليها برفض الوساوس ترك الوساوس والاستعاذة بالله منها تزول عنها إن شاء الله أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ من الأسئلة التي وردت للبرنامج يقول قول الرسول صلى الله عليه وسلم تركت أمتي على المحجة البيضاء على البيضاء نعم على البيضاء ما المقصود بالبيضاء يا شيخ صالح؟ الجادة الجادة التي يسار عليها فالسنة الرسول مثل الجادة الواضحة يسار عليها ولا يخرج عنها نعم أحسن الله إليكم يقول السائل لدي سؤال حول الدعاء فأنا أكثر من الدعاء في مواطن الإجابة ولكن يا شيخ قد لا يستجاب هذا الدعاء منذ زمن فهل هناك خلل في دعائي؟ نعم لا تيأس من رحمة الله أكثر من الدعاء وعلى الله الإجابة ولكن عليك بحضور القلب عند الدعاء فإن الدعاء كما جاء في الحديث لا يستجاب من قلب غافل إلا فعليك بحضور القلب نعم سجود السهو يا شيخ متى يكون بين بعد السلام أو قبل السلام يجوز قبل السلام ويجوز بعد السلام ولكن إذا كان سجود السهو عن زيادة في الصلاة فالأفضل أن يكون بعد السلام وإن كان عن نقص في الصلاة فالأفضل أن يكون قبل السلام نعم هذا السائل يسأل يا شيخ عن الفرق بين ما نملك وبيع السلم نعم بيع السلم هو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن فلا بد من تعجيل الثمن وأن يقبض في المجلس لا بد أن يقبض في المجلس قبل التفرق لأن لا يكون بيع دين بدين والسلم أقره النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة مهاجرا والأنصار يسلمون في الثمار السنة والسنتين فقال صلى الله عليه وسلم من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم أو وزن معلوم فأقره صلى الله عليه وسلم ولكن اشترط له المعلومية شكر الله لكم سماحة العلام الشيخ صالح الفوزان على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات في هذا اللقاء المبارك والذي أجبتم فيه على أسئلتكم على أسئلتهم واستفساراتهم ضمن الكتاب والسنة جزاكم الله عننا وعن أمة الإسلام قير الجزاء وشكرا لفريق العمل في الإدارة الدينية والزملاء في الإعداد وكذلك الإخوة المصورين والمخرجين والمعدين يتجدد اللقاء وهذه تحية من زميل السلطان الاعتبي الذي أخرج هذه الحلقة أما أنا أقول لكم استمروا في طاعة الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته